السلام عليكم وإهلا بكم ومع درس جديد من دروس صفة الخامس الأبدالي في درس النهاردة هنتكلم مع بعض عن test 2 unit 2 فأول سؤال عندنا هنا بيقولنا the number of the subset of the set 4 and 5 equals عشان نقدر نحل السؤال ده تعالى نرجع مع بعضه كنا بنكتب الساتس اللي بتكون subset من السات 4 and 5 ازاي عشان نقدر نحل السؤال ده أول سات عندنا بكتبها لأننا عارف أنه في دي subset من أي سات تاني جزء من أي سات تاني نكتب الفي والسات نفسها يبقى أن دلوقتي عندي 2 sets يعتبروا subset من السات 4 and 5 بعد كده أبدأ أقسم الألمنت الموجودة عندنا كل الألمنت الواحد موجود في سات يبقى نقدر نقول عندنا the set of 4 and the set of 5 لو جينا عدنا عندنا الساتس هنا نلاقيهم 4 sets يبقى لو أنا كان عندي 2 elements موجودين في أي سات نقدر نكتب عندنا 4 sets are subset of the given set يبقى أنا عندي هنا the number of the subset equals 5 طيب تعال نكمل مع بعض عندنا هنا بيقول لنا the set of 34 and the set of 4 and 3 أول حاجة أنا بتكلم عن relation ما بين set وset يبقى لازم أقول يا إما subset يا إما not subset فمع أن كده أنا ما أقدرش أختار la belong ولا not belong أنا عندي هنا عشان أدر أقول subset or not subset أبدأ أبص الألم هي 34 موجودة هنا عندي في ال set ما أحدش يقول أن 4 and 3 بيكونوا number 34 أنا بتكلم عن number 34 على بعضه هنا موجود في ال set دي؟ لا مش موجود مع أن كده عندنا هنا ندي not subset يبقى تاني لو أنا كان عندي element موجود هنا يبقى أن نقدر نقول إن هي subset لو مش موجود يبقى هي not subset في question number 3 بيقول لنا the set of 2 and A plus 2 not subset of the set 2, 4, 6 and 8 بين A equal عشان تكون ال set دي not subset معنى كده إن في element هنا أو أكتر مش موجودين في ال set فتعال نبص على 2 التو موجودة هنا عندي يبقى لازم إن A plus 2 ده ما تبقاش موجود طيب تعال نجرب عندنا هنا لو A كانت بتو يعني أشيل كل A وحط مكانة 2 2 plus 2 equals 4 لا الفور موجودة يبقى التو ما تنفعش تعال نجرب اللي بعدها 4 plus 2 هشيل كل A واختر الرقم اللي مكان 4 plus 2 equals 6 طب ما 6 موجودة يبقى 4 ما تنفعش طب تعال نجرب 6 أنا باختر اللي بعدها 6 plus 2 equals 8 طب ما 8 موجودة يبقى 6 ما تنفعش لو قلنا عندنا 8 plus 2 هتبقى equals 10 التم مش موجودة هنا معنى كده إن 2 and 10 not subset of 2, 4, 6 and 8 يبقى الأنصر عندنا بتكون equal لو قل لي subset يبقى لازم كل الألمنت الموجودة في الأولى تكون موجودة في التالي لو قل لي not subset على الأهل لألمنت واحد يكون مش موجود في question number 4 بيقول لي if x subset of y then x difference y دايما ناخد بالنا من السؤال ده لأن السؤال ده مهم عندنا وبيتكرر كتير لو بيقول لي عندي هنا x subset of y أنا عندي ثلاث أسئلة بيتكرره في الفكرة دي أول سؤال الانترسكشن الـ x عندي intersection y السؤال التاني أن الـ x union y السؤال الثالثة x different y أنا بقول لي أن Understood of y يبقى x جزء من الـ y يبقى أنا عندي x هي the smallest set الصغيرة والـ y AMD دائماNm الصغيرة لم يوجد ليست ويتبقى ستوق الانترسكشن يجينا الصغيرة الانيون يجينا كبيرة لو انا قلت الصغيرة كبيرة يجينا عندنا هنا الفائد في الكوستن فايف بيقول لنا the set seven and ten a subset of ten and x plus four then x equals اتفقنا عشان نقول إن ست سبست من ست تانية كل الالمس الموجودة في الأولى لازم تبقى موجودة في الثانية فانا عندي التن موجودة في الأولى وموجودة في التانية معنى كده أن 7 لازم تبقى موجودة في التانية طب التانية عندي فيها يجب أن يكون x plus 4. يجب أن يكون x plus 4 هي equal 7. طيب إيه النمبر اللي عمله plus 4 عشان يبقى equal 7؟ هقول عندي هنا أن x يبقى equal 3. النمبر اللي عمله plus 4 عشان يبقى equal 7 هو 3. يبقى الأنصر عندنا equal 3. في question 6 بيقول لنا if the universal set equals 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Then phi and the universal set. إحنا عارفين دائما أن phi سبست من أي set. طيب الuniversal set. أي set تعتبر subset من نفسها. يبقى the universal set is subset of the other set. طيب أنا عندي هنا six and seven. ده set of six and seven. طيب أنا ما أتكلم على set و set. يبقى أنا ما أقدرش أقول له la belong ولا not belong. يبقى اما subset or not subset. تعال نبص. هي ال six وال seven موجودين في ال universal set are موجودة. يبقى نقدر بنقول عندنا ان هي subset. عشان نختار عندنا subset or not subset. لو أنا بتكلم من element set. يعني ما أختار belong or not belong. لو أنا بتكلم من set ل set. يعني ما تكون subset or not subset. في question seven بيقول لنا the set of three and six equals to the set one plus x and three. أنا عندي هنا two elements. لازم يكونوا equal two elements. احنا اتفقنا بنعرف elements منين between any two elements put common. يعني ببص على الكومة فيين. دي ال element اللي أب لها وال element اللي بعدها. أنا عندي three موجودة هنا. يفضل عندي ال six لازم تبقى موجودة في ال set التانية. يبقى نقدر نقول ان six equals one plus x. النمبر اللي نعمله plus one يبقى equal six. هو عندنا five. يبقى ال x عندي هنا بقت equals five. يبقى the element which belongs to the first set and belongs to the second set. هلا ان ال element اللي موجود في الاولى وموجود في التانية ومتكرر هو الفور. بنقول عندنا ان الانسر هتكون the set of four. لازم نكتبها عندنا هنا the set of four. اللي بيكتبها فور بس كده اجابته غلط. لازم نكتبها عندنا the set of four. لان الانسر of the operation of the two sets اللي هي اليونين والانترسكشن of difference. لازم تكون الانسر عندنا تكون set. في question nine بيقول هنا the set of a, b and c. union the set of b, c and a. معنى كلمة اليونين write all of the element of the first set and write all of the element of the second set but don't repeat any element. انا هبتدي اكتب الايلمنت الموجودة في الاولى الاول. اللي هي الا والب والس. بعد كده حاجة عندي في الاست التانية البي كتبتها ما اكتبهاش تاني. الس كتبناها ما نكتبهاش تاني. الا كتبناها ما نكتبهاش تاني. الانسر عندنا هنا the set of a, b and c. طبعا الترتيب عندي ما يفرقش معايا. اي ان كان الترتيب. الترتيب بالنسبة لي مش مهامل. في question number ten بيقول لي if x equals the set of two, four and five intersection, the set of five, three and seven. then one. انا عاوز اكتب relation ما بين ال one وال x. طبعا انا بتكلم عندي ما بين element و set. يبقى اما هنختار ما بين ال belong وال not belong. عشان نقدر نحل السؤال ده قبل ما بعمل اي حاجة احنا كنا بنتكلم عن ال set. ان هي collection of well defined object. clearly defined. فلما اجي اقول لك ال x. ال x ما تقول ليش ان عندي operation. لازم يكون عندك ال set مكتوبة في ال listing method. يعني تكتب لي ال element كلها تكون واضحة قدام منك. فانت بتقول لي هنا ان هي عبارة عن ال intersection ما بين ال two sets. ال intersection يعني معناها عاوز ال element الموجودة في الاولى وموجودة في التجربة. فتلاقي عندك هنا ال five وال five هي بس اللي متكررت. يعني ال intersection عندي equals five. يعني معنا كده ان ال set of x اللي هي equals five. يبقى نقدر نقول ان ال one is not belongs to the set of x. لان انا باتكلم على element و set يبقى لازم نختار belong و not belong. في question number 11 بيقول لنا هنا في x and y are two non empty sets. ال sets دي موجود فيها elements اللي هي not not set. فبيقول لنا هنا ان ال x intersection five. اي حاجة intersection five equals five. واي حاجة union five هي نفسها. اي set intersection نفسها equal نفسها. واي set union نفسها equal نفسها. يبقى لو انا بقول ان ال x union x هنقدر نقول عندنا هنا ان الانصر equal x. فبقى لو بقول عندي ان ال x difference x اللي موجود في الاولى ومش موجود في التانية هي ال five. تاني ال intersection وال union هو نفس السبق. ال difference بيدينا five. لو انا باتكلم على operation ما بين set ونفسها. طيب هنا بيقول لي في x subset of y. then x intersection y. احنا اتفقنا ان انا عندي هنا subset بيجي لي ثلاث اسئلة. يا ال intersection يا ال union يا difference. انا طالب من ال intersection يبقى انا بتكلم عاوز الصغيرة. الصغيرة اللي هي مين اللي هي ال x. في question number 11 بيقول لي if x intersection y equals y. then طالب مين عندي هنا لل set? subset من ال set الثاني. طالما ال intersection او ال union ادالنا واحدة من ال two sets يبقى انا عندي واحدة منهم subset من الثاني. عشان نقدر نقول مين ال subset من الثانية وببص على ال operation. احنا اتفقنا لل intersection بيجينا الصغيرة. الانصر هي بتكون smallest. فمعنا كده ان ال y هي smallest وال x هي great. يبقى نقدر نقول دلوقتي ان ال y هي لل subset من ال x. الصغير جزء من كبير. يبقى ال y is subset of x. في question number 15 بيقول لنا complete by putting belong not belong subset or not subset. if y equals the set of two four and six union the set of one two and three. اكتفقنا عشان نحل السؤال ده. انا باتكلم دلوقتي عن ال set اللي هي collection of well defined object clearly defined. ماينفعش يحط لي هنا operation في النص. لازم مكتب عندي ال y دي اللي هي عبارة عن ايه عشان اقدر حالي. اتفقنا ال union يعني معناها write all of the element of the first set and the second set without repeating. يبقى انا باكتب ال element الموضة الاول في ال set الاولي. اللي هي ال two والfour والsix. بعد كده. ال one ما كتبناهوش نكتبه تاني. ال two مكتوبة ما قررهوش. ال three مش موضة نكتبه. تعالي نشوف question number fifty. ده set of six and y. انا باتكلم على set والset يبقى باتكلم على subset or not subset. هي ال six الموجودة في ال y اه تبقى انا عندي هنا subset. six and y. انا باتكلم على element و set. element و set يبقى انا بختار ايما belong ايما not belong. يبقى انا عندي هنا ال six اما طالما موجودة في ال y يبقى انا قدر نقول ان هي belong. the set of one, two, three and six. ابص على ال المثل دي كلها لازم تكون كلها موجودة في ال y. ال one موجود وال two والثري والسيكس كلهم موجودين في ال y. يبقى انا قدر نقول ان هي subs. في السؤال اللي موجود قدامنا بيقول لنا answer the following question. find a intersection b. how is the intersection بتاع ال a وال b الكل واحد من الأسئلة الكل. في question number 18 بيقول لاندي هنا ان ال a two, three and seven. ال b ده set of one, four and a. لو جينا بصنا عاوزين نجيب ال intersection يعني معنى كده انا عاوز اللي متكرر في الاولى والتانية. هلاقي عندي هنا ان ال a وال b مفيش فيهم اي حاجة متكرر. يعني معنى كده ان ال a intersection b equals of i. طالما ما مفيش فيهم حاجة متكرر نقول عندنا هنا ان هي equals of i. طالب تعال نشوف عندنا question number 19 طالب من ال intersection برضو. فانا عندي هنا لو بصيت هلاقي عندي ان ال two موجودة. وال three كمان موجودة. يبقى نقدر نقول ان ال intersection هو عبارة عن the set of two and three. طيب. لو خدت بالك هنا عندي ان ال set of two and three هي ال b. اللي هيكتبها لده set of two and three هقول له صح. واللي هيكتبها لده set of b برضو اجابته صح. لانا ما قلت عندي هنا ان ال b تعتبر subset من ال a. ال intersection بيدينا set صغيرة اللي هي ال b. في question number 20 بيقول لنا a equal the set of four, seven, six, five and one. b is equal the set of two, three, four, five and six. وطالب من ال intersection تعال نشوف عندي هنا. ال common element. هلاقي عندي من ال four متكررة. وعندي تاني هنا من ال five. وكمان عندي هنا six متكررة. يبقى الانصر هتكون four five and six. طبعا الترتيب عندي ما يفرقش معي. اخر سؤال عندنا في درس النهاردة جاب لنا هنا الفين دياجرام وطالب مني ان انا اكتب ال operation. لو جيت خط بالك انا مظلل عندي هنا الجزء من ال x. بس تشيل منه الجزء المشترك مع ال y يعني المعنى كده انا عاوز اللي موجود في ال x بس ومش موجود في ال y. فنقدر نقولها عندنا ان هي x difference. انما في question number twenty two. انا مظلل ال x ومظلل ال y كلهم. فمعنا كده انا عاوز ان ال x union ال y. يبقى ال operation الموجودة عندنا السؤال ده. انا جايب لك هنا الفين دياجرام وطالب منك ان انت تكتب ال operation. يبقى لازم تكتبها. تشوف مين اللي متظلل وتشوف عندنا هنا ال operation اللي احنا استخدمنا. وكده نكون انت هنا من درس النهاردة. يارب تكونوا استفدتوا بي واستنوا هنا في الدرس اللي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.